عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع روضل في سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية سي ام اي سي جي ام وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول تطورات المشروعات التي تقوم بها الشركة في مصر وقد أثنى الرئيس السيسي على التعاون القائم بين مصر والشركة الفرنسية وعلى الدور الذي تقوم به في تطوير بعض المواني المصرية عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع السيد روضل في سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية سي ام اي سي جي ام بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسيد باتريس بيرجاميني النائب الأول لرئيس الشركة الفرنسية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الرئيس التنفيذي للشركة أطلع السيد الرئيس على تطورات المشروعات التي تقوم بها الشركة في مصر مشيدا بمناخ التعاون السائد بين الجانبين ومؤكدا اهتمام الشركة بتوسيع أطر هذا التعاون ليشمل مشروعات جديدة في ضوء ما يلمسونه من فرص كبيرة وواعدة للعمل في مصر في مجالات تطوير الموانئ ومراكز التجارة اللوجستية من جانبه أثناء السيد الرئيس على العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة على مختلف الأصعضة وبالتعاون القائم بين مصر والشركة الفرنسية والدور الذي تقوم به في تطوير بعض الموانئ المصرية وتعزيز كفاءتها اللوجستية والاستيعابية بما يدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي